بعد مرور 13 يوماً على الإجراءات الستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد لا يزال المشهد السياسي غامضاً وصى مزيداً من الدعم والتصريحات المؤيدة لقرارات سعيد ليس آخرها دعم فرنسي لمواجهة التحديات الذي أعلنه الرئيس مكرون معرباً خلال اتصال بسعيد رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بدوره قال الرئيس التونسي لمكرون أنه سيعرض قريباً خريطة طريق للفترة المقبلة في تونس مشدداً على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية في بلاده داخلياً دعا حراك الخامس والعشرين من يوليو إلى حل البرلمان والدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة ورفض الحوار والعودة إلى المنظومة القديمة الحراك الدعم لإجراءات سعيد دعا إلى محاسبة كل الأطراف التي وصفها بالمجرمة بحق الوطن مطالباً باستحداث نظام سياسي وانتخابي جديد وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب